مشاهدنا الكارم في فقرتنا النقاشية إذن وكما حدثناكم منذ البداية سيكون موضوع نقاشنا فيها البرامج الإذاعية ودورها في تعزيز التنمية البشرية وتعتبر البرامج الإذاعية من أحد أهم الأشكال الفنية التي من الممكن استعمالها داخل الموضوعات أو المضمون الإذاعية المختلف حيث يتم في البرامج الإذاعية مراعاة المستويات الثقافية والاجتماعية ومستوى ذكاء وفهم الجمهور المستهدف رغم كل ذلك إلا أنه ليس سهلا على الإطلاق مخاطبة الآخرين لساعات طويلة دون أن يشعروا بالملل فلمعرفة كيف يتم المحافظة على المستمعين وبنفس الوقت تحديدا على بث رسائل هدفة يستفيد منها المتلقي طيلة حياته ينضم إلينا اليوم عبر الأقمار الصناعية المدير العام لإذاعة وطني FM الأستاذ أحمد الجبري أهلا بك أستاذ أحمد مرحبا أستاذ سونيا أهلا وسهلا يا مرحبا فيك الله ذك ألف عافية منورنا في يمن شباب وإحنا أيضا في يمن شباب من دعمي عموما الإذاعات والعمل الإذاعي لأنه أكثر عمل ربما يزيد من الوعي والثقافة لدى المجتمع بداية إذن سيد أحمد حديثنا يكون عن ما هي مكونات البرامج الإذاعية أو محتواها ما هي أنواعها وما مدى أهميتها للمجتمع نعم البرامج الإذاعية تختلف باختلاف سياسة الإذاعة فهناك إذاعات متخصصة في الجانب الثقافي مثلا تكون برامجها موجهة نحو الجانب الثقافي هناك إذاعات مجتمعية توجه نحو الأسرة هناك إذاعات مثلا برامجها توجه نحو الصحة كونها إذاعة متخصصة في الجانب الصحي بالإضافة أن هناك إذاعات عامة يعني تشمل كل هذه الاتقاهات وبالتالي تراعي في خارطتها البرامجية أن تكون برامجها متنوعة بتنوع الجمهور فتخاطبهم ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وبالتالي توجه برامج هذه الإذاعة باتقاه هذه الفئات جمع طيب كيف كانت التجربة الإذاعية في اليمن وهل استطاعت اليمن تحديدا في الإذاعة أن تحقق نجاحات بكل ما تطرقت له التجربة الإذاعية في اليمن بشكل عام تجربة ناضقة ونستطيع أن نقول أن أول إذاعة في القزيرة العربية تقريبا كانت في عدن في عام 1940 وإن كانت بتوقيه السلطة أو الاحتلال البريطاني في تلك الأيام لكنها في صنعاء كانت أول إذاعة في عام 1947 تقريبا وبعدها بعشر سنوات تقريبا كانت في عدن في عام 1957 وبالتالي التجربة الإذاعية في اليمن ناضقة تبعتها بعدها بسنوات في تعز في عام 1963 كانت إذاعة تعز والجميع يدرك دور هذه الإذاعات سواء كان في النضاء الوطني أو في تشكيل الهوية اليمنية أو حتى في تشكيل الوعي الثوري والنضالي والثقافي خاصة إذا علمنا أن الثورة أول محاولة ثورية في اليمن كانت في 48 ثم في الخمسينيات ثم في 63 فكأن الإذاعة كانت محركة من المحركات النضالية والثورية والثقافية في اليمن إذن هي كانت واحدة من أهم الوسائل التي ترفع التوعية وتساعد حتى على التحركة التي تتحدثت عنها خلال الثورة السابقات طيب زيد أحمد برأيك إذن ما هي نعم وخاصة أنها كانت وخاصة أنها كانت الوحيدة منها ليس الوحيدة ولكن أبرز الوسائل المهمة في تلك المرحلة إذا ما تحدثنا عن الجانب الصحافة وغيرها من الوسائل لأن التلفزيلي لم يكون حاضرا في تلك الحق لكن الإذاعة كانت تتربع وتقف في صدارة الوسائل الإعلامية المؤثرة في المجتمع يعني برأيك إلى جانب هذا السبب سيد أحمد هل توجد أسباب أخرى تجعلنا نعتبر الإذاعة في مقدمة الوسائل ذات الأهمية بالنسبة للتنمية والتوعية دعني أقول لك أن الكتابة للإذاعة أو الكتابة للصوت والسمع تختلف تماما عن الكتابة للشاشة أو للتلفزيون فالذي يكتب للإذاعة ينبغي أن يراعي في محتواه أن يخاطب جمهورا يستمع بأذنه ويتحرك بخياله وبالتالي الإذاعة تتربع حتى الآن في اعتقادي وهذا ليس تعصبا ولكن وفقا لدراسات ووفقا أيضا لتقارب أن الإذاعة تتربع أهمية في التأثير وهذا نابع من أن المستمع لا يشارك فقط بسمعه وإنما يساهم في رسم الصورة الدهنية لمحتوى الحديث الذي يأتي من الإذاعة فهو يرسم الصورة بنفسه عوضا عن يعني بدلا عن الشاشة التي تقوم به في التلفزيون وبالتالي التأثير يكون أعمق وأوسع في القمهور لأن المستمع يشارك بمقدانه ويحاول أن يرسم الصورة ويتنقل مع المتحدث أو مع المذيع بذهنيته وبعقله وبإحساسه وبمشاعره وهذا يحدث أثرا عميقا في ثقافة المتلقي وأيضا يجعله يتأثر أكثر من تأثره بالشاشة صحيح أستاذ أحمد لو تحدثنا عن الإذاعة المحلية أكيد أن تواجه صعوبات كثيرة من خلال النجاح ما هي المعوقات برأيك التي قد تعيق نجاح الدور التنموي للإذاعة المحلية نعم أعتقد هذا من أهم الأسئلة وأيضا أعقدها الأصعوبات التي تواجه الإذاعات دائما يقف المال عائقا أمام الإذاعة والإذاعة بشكل عام وعدم اهتمام المسؤولين وعدم قعل هذا القانب ضمن أولويات السلطة المحلية مثلا والدولة يجعل مهمة القائمين على العملية الإذاعية صعبة وصعبة جدا خاصة إذا ما تحدثنا مثلا إذاعة تعز والتي هي إذاعة رسمية افترض أن تكون تعمل في هذا الظرف الخطير وهذا الظرف الصعب لكن للأسف الشديد عادت إذاعة تعز بقهود شخصية والآن متوقفة بسبب صعوبة الإنفاق وصعوبة التشغيل وفي ظل صمت عجيب ومريب للسلطة المحلية يعني إلى الآن لم يعتمد لها ميزانية تشغيلية للأسف الشديد وقس على ذلك إذاعة صنعاء البرنامج العام الرسمي الذي يفترض أن تكون هذه الإذاعة حاضرة وتلعب دورها المهم في هذا الظرف الخطير نجدها تقف متأخرة وبعيدة عن المعركة وقدنا أيضا إذاعة خاصة أو إذاعة مجتمعية قامت بقهود ذاتية لتغطي هذا الفراغ المهيب والمهول في الوقت ذاته وقدنا أن الميليشيات للأسف الشديد في وضع متقدم في هذا المقال فقد سيطرت على البنية التحتية للدولة سواء في الإذاعات التي كانت موجودة رسمية والإذاعات الخاصة فتستغرب أن تجد 29 إذاعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي توصل هذه الرسالة وهنا العقب أن تكون عقليات ميليشيوية تفكر بهذا التفكير المتقدم ونجد أن السلطة والدولة الشرعية بعيدة عن هذه المعركة خاصة إذا علمنا أن الإذاعة جمهور عريض لا زالت تحتفظ بجمهورها ولا زال هناك عشاق للإعلام المسموع ولكن للأسف الشديد تترك هذه الجماهير لتعبث بها أدوات الإعلام الميليشيوية لنقل الخرافات والشعودات لها نعم سيد أحمد يمكن من ضمن نقاط أيضاً اللي ذكرتها أنتن والإذاعة المختلف فيها أنك تكون الصورة لما يتحدث به المذيع أو لما ينقله لك فهذا بشغل داخلك الكثير من الأحاسيس والمشاعر وحتى يمكن أن تحتفظ بسببه بالكثير من المعلومات غير الموبايل اللي بسرعة مع كثرة المعلومات اللي فيها اللي بتشوفها حتى تجعوا يتكلموا أن دماغنا بطل يحفظ معلومات كثيرة بسبب سرعة تناقل المعلومات بالموبايل أنا أتمنى أكيد من الجهات الحكومية وغير الحكومية اللي بتتابعنا الآن أنه يكون في دعم لإذاعة تعزوة أنقلوا معك إلى محور آخر وكانت الإذاعة قديماً سيد أحمد تتمتع بدور ريادي في مجال تعزيز الوعي المجتمعي بأبرز القضايا إيصال الأخبار المحلية وحتى الدولية فهل ترى بأن الإذاعات لا زالت الآن تحتفظ بهذا الدور رغم البدائل الكثير المتاحة كالتلفزيون والإنترنت والموبايل الذكي كما قلت لك أخي العزيز الإذاعة ما زال لها جمهورها وما زال هناك قطاع عريض من المستمعين يعشقون الإعلام المسموع ويعني يقبلون عليه بشكل غير عادي ومن خلال تقربة نحن تقربتنا في إذاعة وطن نحن نغطي 14 محافظة بفضل الله بين تغطية كلية وجزئية ونجد إقبالا غير عاديا من المستمعين وأبالغ إذا قلت لك أن الشرائح مختلفة يعني يقبلون على هذا الاستماع ومن ضمن هؤلاء شريحة من النخبة يعني دكاتر في القامعات نجدهم متعلقين بالصوت المسموع ويتابعون ويوصلون آراءهم وأفكارهم وتعليقاتهم حول برامج الإذاعة ويشاركون أيضا فيها فهم مستمعون قيدون لمحتوى الإذاعي وغيرهم طبعا الإذاعة شريحتها واسعة في الاستماع لأسباب إن كنتم تريدون ذكرها سنتطرق إليها صحيح أستاذ أحمد كيف ترى الآن حاليا واقع الإذاعات المحلية اليوم وما هي أبرز الفئات التي لا زالت تتابع برامج هذه الإذاعة المحلية نعم يعني تتميز طبعا الإذاعة إذا ما قررناها بوسائل الإعلام الأخرى أن الراديو سهل الحمل يمكن يأخذه الفلاح إلى مزرعته ويتركه ويجلس على عمله ويستمع أيضا يأخذه صاحب المعمل إلى معمله ويجلس يستمع المحتوى دون كلفة يأخذه في سيارة يفتح سيارته ويستمع وهو ماشي في الطريق بغير مثلا التلفاز فهو محتاج إلى طقوس معينة وقلوس في البيت إلى آخره وساعات القلوس أمام الشاشة قل بكثير من ساعات الاستماع للراديو في السيارة في الحافلة في المكان الذي تريد أن تذهب إليه ممكن أن تحضر معك الراديو بسهولة وتستمع إليه وبالتالي الشريحة في البيوت في السيارات في الحافلات هؤلاء كلهم يعني جمهور مفترض للإذاعة ولهذا الجمهور الخاص بالإذاعة جمهور واسع وكبير ويعني يستمع ويتابع ويقيم ويتصل ويتفاعل وقربنا ذلك في البرامج التفاعلية التي نقيمها في الإذاعة لدينا صحيح أستاذ أحمد كيف يمكن أن تؤثر البرامج الإذاعية بشكل إيجابي في مساعدة الأسرة خصوصا على التنشئة الاجتماعية للطفل هذا أكيد والبرامج كما سبق وذكرت لك البرامج الثقافية والتوعية والمساهمة في توعية الأسرة هذا يعني مهمة من مهمات الإذاعة الرئيسة فلابد لأي إذاعة تحب أن تساهم في تنشئة المجتمع وتثقيفه وتوعيته لا بد أن تضع في حسابها ضمن خارطته البرامجية هذا القانب وبالتالي لا بد أن تصيغ وتسقل الرسالة الإعلامية السليمة والصحيحة التي توجه بشكل مباشر للأسرة وتساهم مساهمة واسعة وكبيرة في التوعية هذا الأمر يحدث أثرا كبيرا ويحدث تفاعلا غير عاديا في الأسر وفي المجتمعات وبالتالي تساهم بشكل عام في تشكيل الثقافة والوعي هناك من يعتبر الإذاعة مدرسة وبالفعل يتثقف وبالفعل يستزيد كل يوم معارف ومهارات وفائدة يومية وكثير من مستمعين من يعبرون عن هذا المعنى بأن الإذاعة نقلتهم من القاهل إلى المعرفة إلى العلم إلى الوعي وهذا من ألمسه بشكل دائم جميل الله أعطيك ألف عافية لأستاذ أحمد الجبري وأنت المدير العام لإذاعة وطني FM شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا من تعز شكرا جزيلا لكم الله أعطيك ألف عافية وكل الزملاء العاملين في كل الإذاعة شكرا جزيلا لكم 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 شكرا جزيلا لكم